التدوينات ربما سنقف عند طبيعتها تحديداً وبالتالي الآثار التي يمكن أن تتسبب فيها هذه التدوينات بمختلف طبيعتها على المتلقي وعلى المجتمع نعم إذن كما يعني أطرنا في الجزء الأول هذه التدوينات لها كيفما كان نوعها لها مجموعة من الآثار قد تكون آثار إيجابية قد تكون لها آثار سلبية إذن الآثار الإيجابية كما قلنا هي عندما نقوم بممارسة دورنا في الإشعاع والتنوير والإخبار بهدف توعية والتحسيس والارتقاء بمستوى المتلقي عندما تكون تدوينات ذات طبيعة غامضة مثلاً تستغل كما قلنا توتراً اجتماعياً مثلاً هناك ظاهرة الإجرام التي تعاني منها المجتمعات ككل قد تحدث مثلاً جريمة وهذه الجريمة تتناسل حولها الإشاعات إذن عندما تتناسل الإشاعات حول هذه الجريمة ويمارس المدون دوره كذلك في نشر هذه الإشاعة فهنا يمارسوا واحد الشكل من الأشكال ذي للتدوين الذي له آثار سلبية المجتمع ما الذي يمكن أن تحدثه هذه الآثار السلبية داخل المجتمع؟ الآثار السلبية لها أولاً طبيعة كما قلنا نفسية يعني الإعلام إعلام عندما نشتغل في مجال الإعلام وفي نظرية الإعلام وفي تقنيات الإعلام فهو مرتبط بعلم النفس وبعلم الاجتماع وكذلك مرتبط بالاقتصاد كل هذه الأمور مع بعض هي تسمى مرتبطة إذن فالتأثير يكون أحياناً نفسياً هو أنه يصاب المتلقي بنوع من الإطراب من خلال التعامل دائم واليومي مع بعض التدوينات التي تكون دائماً سوداوية هناك بعض التدوينات التي لا تشاؤم دائماً دائماً هناك النقد ولكن النقد كيكون مقبول كما قلنا علمياً ولكن كيكون هناك بعض المرات الانتقاد فقط لأن أنت كتبغي تقوم بعملية الإسقاط دي المزاج النفسي ديالك على التدوينات إذن أنا أقول مسألة نفسية مثلاً أنا في حالة شخص ما في حالة دي المزاج صفو دياله معكر سيسقط ذلك وسيقوم بعملية الإسقاط يعاني من مشاكل مادية يعاني من علاقات متوترة مع أصدقائه مع زوجته مع أبنائه في وسطه الميهاني لا يحب الناس أني عملت إسقاط قد يمارس هذا المزاج من خلال كتابات تدوينات تؤثر تؤثر على المتلقي إذا كان المتلقي يعني أنه مهيئ عنده استعداد عنده استعداد كتصبت هو عنده استعداد يعني على شافة واحد الحفراء من السقوط في هذا العالم ديال السوداوية كيمكن تنتشله من العالم السوداوية بعض التدوينات اللي تزرع فيه الأمل وكيمكن أنك تطير حفل فخ ديال هات السوداوية ولو زدتي عكرتيني المزاج دياله نعم جانب النفساني إذن فهو سوف يصبح شخصا سوداويا كذلك ويتعامل دائما مع جميع